ما المقصود بفرق الجهد بين طرفي المصدر الكهربائي والدائرة مفتوحة؟ يعني عند عدم مرور طيار كهربائي في دائرته هذا هو تعريف مفهوم علمي هو القوة الدافعة الكهربائية يعني قياس فرق الجهد والدائرة مفتوحة بين طرفي مصدر الكهربائي هو القوة الدافعة الكهربائية للمصدر سؤال آخر ما المقصود أيضا تعريف عدد مرات تغير اتجاه الطيار الكهربائي في الثانية الواحدة عدد مرات تغير اتجاه الطيار في الثانية الواحدة هذا تعريف تردد الطيار الكهربائي تردد الطيار الكهربائي لو عدد مرات تغير اتجاه الطيار في الثانية الواحدة سؤال آخر ما المقصود كل دي مفاهيم علمية قدرة آلة على تحويل كم من الطاقة مقدار واحد جول في زمن قدر واحد ثانية يعبر عن الوحدات واحد جول على واحد ثانية هذا هو تعريف واحد واط اللي هي الواط صحيح لان القدرة اللي هي الباور هي المعدل الزمني لتحويل الطاقة يعني تقسيم طاقة على زمن واحد جول على واحد ثانية يديني واحد واكتب بعدي وحدة قياس الباور اللي هي القدرة وهي الواط سؤال آخر أبناء الطلاب ما المقصود بالمعدل الزمني لتدفق الشحنات الكهربائية خلال مواصل ده تعريف ايه معدل الزمني يعني تقسيم على الزمن للشحنات يعني أقسم الشحنة على الزمن إذن أحصل على شدة الطيار الكهربائي شدة الطيار الكهربائي هو يقصد تعريفه كده المصطلح العلمي المعدل الزمني لتدفق الشحنات الكهربائية خلال مواصل سؤال آخر ما المفهوم العلمي يعني ده هذا تعريف ايه المواد التي تصبح مقاومتها صف عند درجة الحرارة المنخفضة جدا المقاومة صف يعني هذه المواد لا تقاوم مرور الطيار فيمر الطيار فيها بكمية كبيرة فهذا يصبح تعريف المواد فائقة التوصيل يعني التي توصل الكهرباء او الحرارة بدرجات عالية جدا معايا كده فهي تسمى مواد فائقة التوصيل فهي مواد فائقة التوصيل للكهرباء لو خدنا سؤال آخر خدنا سؤال سابق مثل هذا مع اختلاف الأرقام ماذا يعني أن قدرة آلة أربع واط بيكتب على بعض الأجهزة كده رقم واط نقول تعريف القدرة هي المعدل الزمني لتحول الطاقة نحول كم من الطاقة أربعة جول خلال فطرة زمنية مقدرها كم واحد ثانية أربعة جول خلال واحد ثانية يصبح ناتج أربعة ووحدة القياس هي الواط ننتقل إلى سؤال آخر محر كهربائي أخذنا برضو سؤال مثل هذا بس يعني حاجة فرق بسيط موصل ببطارية قيمة المقاومة موصل ببطارية جهد بتاعها تسعة فولت عايز أيضا حساب الطاقة المحولة عند التشغيل خلال زمن مقداره نصف دقيقة هي دي نصف دقيقة الدقيقة بستين ثانية نصف الدقيقة تلاتين ثانية إذن أستخدم أيضا قانون الطاقة المحول اللي هو E بيساوي V سكوير V تربية تقسيم R ضرب الضمن هكذا LV بتسعة power two R بتلاتين التين نصف دقيقة يبقى تلاتين ثانية استخدم الآن الحزب نحصل على ناتج 81 وأكتب وحدة قياس الطاقة الجول لو عندي سؤال آخر سبق خدنا سؤال مثل هذا بطارية كهربائية القوة الدفعة بتاعتها الالكتروموتف فورس 120 فولت مقاومة الداخلية الصغيرة للبطارية 3 أوم المقاومة الخارجية في الدائرة الكبيرة 7 أوم فما قيمة شدة الطيار الكهربائي المر في الدائرة عايز نحسب I شدة الطيار الكهربائي I بتساوي EMF تقسيم R نحوش الرموز ونضع الأرقام EMF 120 R 7 R 3 3 أستخدم الآلة الحاسبة للقصول على الناتج لـ 12 أمبر نحوش نحوش منطقة كربية إلى ضوئية وحللية خلال نصف دقيقة هذا هو الزمن يبنى عارف فعلا القانون P بيساوي E تقسيم T E 600 T نصف دقيقة يعني 30 ثانية يبنى 600 تقسيم 30 هكذا يصبح الناتج 20 وأضع وحدة قياس الباور أو القدرة وهي الواط السؤال الآخر ما وظيفة جهاز الفلتاميتر في الدائرة الكهربية خلي بالكو احنا خدنا جهاز الفلتاميتر وعرجنا على قياس الأميتر والآن مع جهاز الفلتاميتر المستخدم في قياس فرق الجهد الكهربائي والقوة الدافعة الكهربائية سؤال آخر احسب كمية الشحنة يريد حساب بالتي نصف دقيقة يعني 30 ثانية يصبح الناتج ستة وحط واحدة قياس الشحنة كولوم وانتقل إلى سؤال آخر ماذا يحدث ماذا يحدث لقراءة جهاز الأميتر إذا زادت جهد احنا خدنا سؤال من قبل إذا قلت جهد وقلنا أن العلاقة بين قراءة الأميتر اللي يشد الطيار وفرق الجهد اللي هي عند سبوت المقاومة لو زادت أحدهما للضعف تزداد الأخرى للضعف قلت تقل تزداد فالعلاقة علاقة طردية إذن تزداد للضعف